ووصلنا لأولى مساحاتنا لليوم رح تكون ضمن عالم التجميل يعني رشا دائما تجلسنا الأول تجميل يعني تختلف الوجوه والسيدات تختلف معايير الجمال إلون ولكن دائما البشرة الصافية الخالية من التجاعد هي حلم كل صبية فينا أكيد نرمين ودائما نحن نطمح لنحصل على هيئة البشرة بتقنيات عديدة إن كان بموضوع التجميل أو كان بالعناية الخاصة بالبشرة دائما الصبية بتحلم بهاي خالية من التجاعد ولكن بعد قدم العمر هذا الشي طبيعي أنه اليوم تبين هيدول التجاعد ولكن بهذا الوقت ما ضل شي ما إلو حل خليونا نكون بأول فقراتنا لنعرف أكثر عن تقنيات العناية بالبشرة وعدم ظهور التجاعد ضيفنا لليوم هو الدكتور أحمد صالح أخ الصائبي الأمراض الجلدية والتجميلية سعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم صبايا وصباح مشاهدي الإخباري الأفاضل يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك البوتوكس يمكن صار معروف لدى كثير شريحة من الأشخاص واستخداماته صارت واسعة ولكن خلينا نرجع حيك نجدد التعريف فيه ونعرف المشاهدين أكثر شو هو البوتوكس تماما هلا بداية جواز سفر الأنسى بهالعالم هو جماله وشئنا ما بينه نحن هلا بعصر الميديا والإعلام والكاميرا والصورة وتحديدا الصورة وللأسف اللي عم تحكم بمعايير الجمال هلا هو الفلتر والتعديلات الكاميرا والسناب شات وهالأصاص صحيح لحتى يكون هذا الشيء حقيقي بيجي دورنا هون نحن كأطباء جلدية وتجميل لنضوي على الشيء الحلو بي وجه الصبية عندها ديفو خفيف من نحاول نصلحه منعطيه النصائح البدائية مثلا كيفية التعامل مع البشرة وصولنا لعمليات الإنجيكشنز بالعيادة والليزرات بأنواعها وانتهاء بالتشارك مع أطباء جراحة تجميلية بشغلات جراحية منضطر الأمر الآن البوتوكس كتعريف جوابا على سؤالك هو مادة تستخلص من زيفانات بعض أنواع الجراسين إلى تأثير شل وعكوس على العضلات نستخدم أن نحن لشل العضلات التعبيرية اللي بتطلع مع تقدم العمر طبعا بس مشاء الله نخوف العالم يعني أنه بيقولوا شل العضلات وكذا هو شلل مؤقت وعكوس بيستمر فترة من 4 إلى 6 شهور ومنعالج فيه أو منصحح فيه التجاعيد التعبيرية اللي بتطلع من ريأكشينات كتر تزور مثلا العضلات زاوية العين لأي حاجة بأعلى من حاجة بوضعية تتزور على طول مثل تماما عضلات الجبهة بتبلش تطلع هي التجاعيد المزاجي اللي بتعطي عمر للمريضة هلأ في ناس بتفكر أنه التجاعيد إلى عمر معين يعني والله أنا طلعت فوق الأربعين أو طلعت فوق الخمسين هذا الحكي من نصح التجاعيد هي مشكلة ممكن تطلع بأي وقت الإضافة أنه في شيء اسمه العمر الزمني وفي شيء اسمه العمر البيولوجي العمر الزمني مثلا أنا عمري خمسين سنة كسنوات العمر البيولوجي أنه أنا شكلي أدي بيعطي يعني هلأ بتجيكي مريضة على العيادة عمره خمسين سنة ما بتعطيه أكثر من ثلاثين بتجيكي مريضة عمره 32 سنة بتحسي أنه حضراني ثلاث حروب عالمية مثلا تجاعيد وترهولات بوشة هذا الشي يعني نحن نبدلش ندخل مادة البوتوكس بحقنا بنوقات معينة لتفرد هاي العضلات وتعطي منظر أكثر شبابا طيب حكينا عن آلية عمل البوتوكس وات حكينا عن تعريفهم شو هو بمتكوان خلنا نحكي عن آلية عمله ضمن الوجه نحنا كيف قادرين نوزع اليوم بريد البوتوكس لنخفف أو نعطي حالة شلال مؤقت وممكن بخارج الجسم نحنا بنعرف كمان تحت القبط ممكن نعطي البوتوكس تماما البوتوكس يعني استخدامات علاجية عشرات الاستخدامات العلاجية أول ما استخدموه استخدموه لعلاج الرأرأة شلال العصب الوجهي بالتجميل بالجلدية والتجميل في أكثر من مجال أولا علاج التجاعيد اللي متل ما حكينا بتطلع بمع تقدم العمر لعلاج فرط التعرق اللي هو مشكلة كتير كتير مزعج للمريض خاصة اجتماعيا يعني حتى أحيانا ممكن تمنع المريض أنه يطلع ويتحرك ويمارس حياته الطبيعية تكون محرجة له تماما يعني تشكله أخراج كتير كبير البوتوكس سحر لهذه القصة بس بالأساس هو علاجه للتجاعيد اللي تطلع بالريأكشينات بيردات الفعل في صبايا مثلا بيحكوا كتير بوجوههم يعني بيعبروا كتير بيزوروا كتير بيتسموا كتير تماما حتى الابتسامة بتعمل مشكلة كتير كمان تماما مع تقدم العمر كمان بخف الكولاجين إنتاج الكولاجين والإيلاستين كمان تعطي كرنشة للجلد أو إذا واحدة عامل ضايت أو شيء كمان بتبين هاي التجاعيد البوتوكس إذا انحكم بيئت خبيرة طبعا في مناطق معينة بنحكم فيها بتعمل إرخاء للعضلات وبالتالي هاي التجاعيد بتزول وبتعطي مثل ما حكينا منظر أكثر شباما فترة البوتوكس هي من أربعة لستة شهور بتراجع بشكل نهائي نحن بننصح بالحقن بأي عمر يعني لما بيكون فيه استضباب للحقن بنحقن سواء بعمر العشرين أو عمر الثلاثين أو بأي عمر ممكن طبعا هذا موضوع شخصي كمان يعني في ناس ما بتتدايق من التجاعيد في ناس متى ما شافت خط بوجهة فورا لعند الدكتور التجميل صحيح دكتورو ويمكن هاي الحالة بتسبب نوع من الهواس يعني كمان نحكي عنا نوص قديش ممكن نحن الفترة الزمنية المناسبة لإعادة الحقن بالبوتوكس راح نحكي فيها ولكن قبل خلنا نحكي عن أشخاص يلي بيقدروا يحقنوا البوتوكس مثل أي إجراء طبي أو تجميل في أشخاص بيقدروا يحقنوا البوتوكس بتكون النتائج أحلى دائما وأسهلة يعني بتطلع فورا أو بتظهر بشكل جمالي أكتر من بعض الأشخاص شو السبب برأيك هلا إذا حكينا كأستضبابات فهو الموضوع رغبة شخصية ما أكتر يعني استضباب علاج للبوتوكس كتجميل ما فيه أما هو استضباب شخصي إنه أنا هي التجاعد ما بحبها مثلا وكمضاد استضباب ما فيه أي مضاد استضباب مما كان بيقدر يحقن طب دكتور دائما بس ذكرت نقطة نيرمي منشوف شخصين عملوا البوتوكس ولكن حدا نجح أكتر من حدا يمكن عمق الحفر طبع تجاعد إلى علاقة أو نوع المادة أو الطبيب يعني أنوع البشرة ممكن أنوع البشرة يعني هلا كل اللي حكيتي اليوم حضرتك وتفضل تفضلتي فيه اليوم كلهم أقول لهم علاقة كواليتي البوتوكس شغلة كتير أساسية هاي شغلة الشغلة الثانية نقاط الحقن يعني مستوى عمل البوتوكس هو معجلد هو على العضلات متل ما حكينا فلازم يكون الحقن ضم العضلة وبأماكن محددة حتى ما يصير دفويات بالويش متل ما تفضلتي حاجب يطلع حاجب ينزل والمهارة طبعا مهارة الطبيب إلى دور كبير يعني في صبايا مثلا ما بيحبوا أنه يطلع حاجبهم أو يعطوا نظرة الشر هاي فيه ناس بحبوها يعني الموضوع شخصي فطبعا نوعية المادة مرتبطة الأساس ببعضها معناتها حكينا نصل إلى نتيجة إيجابية اليوم نوعية المادة تخزين المادة كمان إلى دور كبير هاي تعطي ردات فعل تحسوسية أحيانا هاي شغلة كتير أساسية تبريد المادة يعني البوتوكس لا هو عبارة عن فيالة فيا بودرة لازم تنحفز بالتلج بحرارة تحت الصفر إذا كان تخزينه سيء فتعطي أو يا أما ما تعطي إفكت يا أما تعطي ردة فعل تحسوسية وقد تكون خطيرة الحقيقة خلينا نحكي عن هاي ردات الفعل وأتسألتك من شوية دكتور من الأشخاص اللي ما بيقدروا يستخدموا البوتوكس نشوف بعض السيدات بيتعرضوا لحالة من الحساسية مرة واثنين بس هي بتروح خلينا نحكي شو هي درجة الحساسية يلي ممكن تصير عند السيدة وانتو كطباء تجميل بتقولوا لا لا انت بتعدي على البوتوكس ما بيناسبك أو يمكن يكون في إجراء مرافق بيساعدة أن تاخد البوتوكس وتدفاعد عمليات الحساسية خلينا نحكي عنه النقطة بأي عملية حقن سواء بوتوكس ولا غيره الأفضل نعمل اختبار تحسوس خفيف نحكي نقطة تحت الجلد وننطر ربع ساعة أو تلت ساعة إذا صار في ردة فعل تحسوسية ممكن أنه نلغي الإجراء هون أنا حابب يحكي عن أنواع البوتوكس البوتوكس الموجود بالبلاد قسمين قسم صنعي أو البروتينات تبعه اللي بتشبك بالعضلات هي صناعية وقسم بشرية هاي نسبة التحسوس عليها صفر بالمية فللأسف هون تسعين بالمية أن اللي عم نحقين هي البروتينات الصناعية وأنا بفضل هون ينعمل اختبار تحسوس ولو نقطة تحت الجلد وبننطر ربع ساعة أو تلت ساعة بالإضافة لشغلات شخصية يعني في ناس بتتحسس من أي شيء هدول يعني ممكن بالاستجواب مع المريضة أنه أنت بتتحسس من دواب تتحسس من شيء إذا ذكرت قصة التحسوس السابق أي ممكن الأفضل نعمل له اختبار طيب دكتور خلينا نحكي بعد إجراء التجميلة اللي كانت عن الوجه أو ألبط دائماً في تحذيرات الدكتور بخص المريض أنه بهذا اليوم في أكثر من تعليمات لازم نتبعها كرمال تنجح عملية ألبط شو أنهم أهم التعليمات المفروضة يتقيد فيها المريض بيوم الحقن؟ نحنا لما منحقنا المريضة يعني من إلا في ثلاث ممنوعات لازم تبعدي عنهم وضية السجود لرياضة العنيفة للجيم مثلاً أو شيء والتعرض لمنبع حراري أو شيء يعني طبعاً هاي التعليمات لمدة أربعة أو خمسة أو ست ساعة نحنا من إلا لمريضة 24 ساعة يعني بس زيادة أمان البوتوكس بيبلش تأثيره ممكن خلال 24 أو 48 ساعة بعض الأنواع ممكن ما يبلش لبعض خمسة أيام الفل إفكت بالبوتوكس هو باليوم 10 إلى 14 من إلا للمريضة رجعي أحياناً بتكون في عضلة أقوى من العضلة ممكن مضطر لرطوش بس الرطوش ما بتصير قبل اليوم 14 يعني بتقلك المريضة بعد أسبوع ولا لسه في حركة لسه الزورة ما راحت زاوية العين لسه في عضلة ما راحت هذا يعني من إلا طولي بالك لليوم 14 يعني البوتوكس كل يوم أفضل من اللي قبله فل إفكت تبعه هو باليوم 14 ممكن وقت ساعة نعمل رطوش للمريضة مو بس الصبايا دكتور وحضرتك بتعرف صارين بيحبوا موضوع البوتوكس أيضاً الشباب يعني يعني اللي جاءوا لموضوع البوتوكس خلينا نحكي عن بلشتوا تسنمروا على الشباب لا يعني عم شوفهم جمدنا أحياناً عم يسبقونا دكتور يعني أنت بتعرف من خلال مرضى اللي عم يوجدوا لعنك مجتمع أنسوي مو بيتون يعني مجتمع أنسوي ظالم للرجال يعني قداش هاي في اليوم في إقبال اليوم من الشباب على موضوع البوتوكس وهلي بيختلف الإجراءات أو الحقن أو مدة الحقن بالنسبة يعني بين الرجال والنساء بشكل عام هلا لقلك شغالي نكون صريحين يعني في إقبال ملفت للنظر من الشباب أو حتى الرجال أي شرائح تقريباً عمرية تقريباً فبيحرص أنه يطلع بمنظر أزبط يعني شبابي شبابي أكتر بالإضافة إذا حابب الواحد مثلاً يسافر أو يقدم سيفي أو شي أو يعني يحكي كاميرا مع مكان ما بده يشتغل فيه فبيحرص كمان أنه يكون منظر وأزبط إلا في إقبال كتير كويس يعني أنا مع يعني مضض يعني هلا كتكنيك حقاً نفس الشي لكن ممكن نضطر نزيد الكمية لأنه عضلات الرجل دائماً أقوى يعني وفي نقاط معينة كمان من مشان الحاجر ما يطلع أو يعطي هاي النظرة الشريرة كمان من زيد الجرعة عندها شوي أما كتكنيك نفسه طيب دكتور بالوقت المتبقي خلينا نروح لشي تاني إبرة البروفايلوري هلا كثير كمان صارت موضا ولكن ما كتير إسا الناس بتعرف عنا معلومات خلينا نشرح شو هاي الإبرة هلا السكين بوسترز بشكل عام أو إبر نظارة هي إبر تحتوي على مادة الهيالرونيك أسيد بتراكيز مختلفة الرويال تبعها السكين بوسترز أو ملكة السكين بوسترز بالعالم كله هو إبرة البروفايلوري أو إبرة المشاهير متل ما بي يحبوا يسموها هي برودكت إيطالي كتير رائع بيحتوي على مادة الهيالرونيك أسيد بتركيز عالي وفائق النقاوي معدل الحقن بسيرنج 2 ميلي بتنفقن بخمس نقاط بكل خد خمس نقاط محددة تشريحياً اللي هي أسفل زاوية العين الوحشية بـ 2 سنتي بعيداً عن الأنف أو جنب الأنف 1 سنتي جنب الأذن 1 سنتي منتصب الجولاين تحت زاوية الفم بـ 1 سنتي باتجاه التشين خمس نقاط بكل وجه بكل خد هاي نقاط محددة تشريحياً وجهت بعد دراسة يعني شركة إبصال إيطالية مع FDA أبروفت بها القصة نعم هالنقاط هاي اللي عم نحقنا نحنا بتعطي انتشار سريع لمادة الهيالورونيك أسد طبعاً هنا نعملين ميكس ما بين الأوزان الجزائية العالية والمنخفضة هذا الشي أو هالميكس هاد بيشتغل على أكتر من الليفل بالبشرة شو بتعمل هاي القبرة بتعمل ترطيب مستمر للبشرة ترطيب ونظارة مستمرة بتشعر فيها المريضة بتعطي شد للوجه السوفت لاينز اللي بالاخدوط كلها بتروح بالمجمل بتعطي كونتورينج كتير حلو للوش يعني بروفيل الوحدة بيرجع سبع سنين لورا كيف كان شكلها من سبع سنين بيرجع نفس الشي طب قداش بدها مدى زمنية لتظهر هاي النتائج عم تحكي عن نتائج كتير حلوة بتصور السيدات بعنبهم البروفيلو اللي بديك بتجي كمريضة بتحقون البروفيلو مثلا هي حاقني بوتوكس فيلار ميزو بي ار بي الى اخرى بتقلك البروفيلو غير يعني شي تاني تماما في تجماعة يعني مع البروفيلو اذا بدنا نقول يعني مع بعضهم ما بيأسروا هذا شي وهذا شي البروفيلو متل ما حكينا للتجاعد التعبيرية إبرة البروفيلو هي للنظارة للبشرة ترطيب عالي للبشرة هلا أنا عامل خلينا نقول داتا لمرضاي لمرضى البروفيلو وبأخذ منهم دائما فيدباكات انه شو نتاعش شو شعرتوا بي لحتى يكون كلامنا دقيق واقع يعني الحقيقة تسعين بالمئة من المرضى طبق بين قوسين بس إبرة البروفيلو هي بتتاخذ إبرة اليوم مثلا وإبرة تاني بعد شهر هيك الشركة المصنعة بتحكي فمن خلال الفيدباكس طبع المرضى تسعين بالمئة من المرضى بيقولوا من أول إبرة أخذوا نتيجة كتير حلوة طبع النتيجة على مستويين شي بتشعر فيه المريضة وشي أنت بتلاحظيه اللمعة النظارة الإشراقة الحلوة عند الصبية أنت بتلاحظيه أما الأهم هو الشعور اللي بتشعر فيه المريضة يعني ما شعرته من قبل أنه ترطيب عالي بتحس بشرتها مثل القطن يعني أنه أنا حقنت كتير بس مثل هيك ملئة قداش بيضل مدة الزمنية اليوم قداش يعني هاي الأثار الحلوة بتستمر السيدة بتتمتع فيها ببشرتها إذا عملت الكورس نظامي اللي هو إبري هلا أو إبري بعد شهر بتروخ معها مينموم سنة الأفضل كل سنة تتجددها مرة أما أول مرة إبريتين طيب بس تخلص السنة يعني فجأة الواحد بفق بلاقي حاله نور كبر سبع سنين لا أطلاقا لا يعني هذا الموضوع سواء البروفايلو ولا البوتوكس طب لما قررت ما أحقون برجع جلد بيتجعد مثل أول أو أكتر العكس تماما هو اللي بيصير هو علاجي بالنهاية يا حكيم تماما مع تكرار الحقن كل مال العضلة بترتاح أكتر وبالتالي التجاعد بتخف أكتر وبالتالي ممكن تتباعد فترات الحقن ممكن نحقهم كل تسعة شهور مثلا أو سنة حالينا نحكي دكتور حابين ناخد معلومات أكتر كرمان للوقت هي اليوم حقنا فقط في الوجه نحنا ما منقدر نستخدمه بأماكن تانية لا لا هون بالبلد منطقتين عم نحكم فيها الوجه والرقبة الشركة المصنعة اللي نزلت البروفايل والبضي لكن بس بالبلد هون منو موجود بس نظريا أنا برأي ما بيمنع أبدا أي منطقة يعني بس هون عنا بالبلد الوجه والرقبة تماما أهم شي النتائج يعني نحنا صحيح نحن نحكي رجع نتائج كتير حلوة دائما هيك الصبايا في بعض الصبايا وهلأ عم نشوف شوي موجة بلشنا نحب نتعد عن المكياج وخصوصا بلما نطلع الأطلالة النهارية نكون للأطلال الأقضى الطبيعية هم ترجع هاي الأطلالة يعني بعيدة عن المكياج والعمليات طيب خلينا نحكي دكتور نحنا حكينا على البوتوكس هي عم تشد منطقة الجبهة البروفايلو هون بدل تحت العين في هيك الخطوط ناعمة أحد الإجرائين ممكن يساعد بتخفيف هاي الخطوط الناعمة اللي عم تطلع تحت العين ايه المشاركة بين الإجرائين بتعطي نتيجة حلوة بس هون بس ملاحظة هيك لا الصبايا ما نوهت أنا عنا بالتعليمات مع بعض الحقن هلا أحيانا بيكون في تجاعد مثل ما تفضلت تحت العين فمنضطر نفوت باتجاه الوحشي بحقن البوتوكس نحكم كمية قليلة بس مننبه المريضة انه ما تفرك مكان الحقن لانه ممكن إذا حتى ولولا إراديا فركة تنزل ضقطة بتشل هاي العضلة عضلة الوجنة بيجأر الوش تغيب تفاصيلها انه تطلع انه هاي عم تبكي ولا عم تضحك ولا شو قصة هاي المريضة يعني فلما منشارك البوتوكس بدقة وإذا كان في تجاعد تحت العين واضحة ايه ممكن بلمشاركة البوتوكس ما حقل بروفايلو بس انا بالمجمل يعني بيوم واحد ما ما بصيروا يعني مع البوتوكس ما بحب أعمل شي بنعمل البوتوكس منطر 48 ساعة لابين ما تشبك مع العضلات بعدين نعمل البدنيا بس هاي المشاركة نبهتيني عليها برافو عليك خلينا نطبقه عنا بالعيادة اه وباعتقد انا كحكي نظري حتكون نتائجا كتير رائع دائما دكتور نحنا من نروح انه الدكتور عم شتغنا يكون اختصاصه للحقن وصلنا نشوف نتائج سلبي اليوم ابرت البروفايلو هيك حبينا نشرح لنا اكتر وحكيت نقطة منيحة انه سبع سنين لوربس ما رجع لأيام نبدرسي شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمتها وإلنا وقفات تاني بصباحات داني الدكتور رحمة الصالح اهلا وسهلا فيك يصعد صباحكم صبايا والحقيقة يعني وجوهكم النيرة والمشرقة بتشجع دائما لا بدكن طبعا يصعد صباحكم اهلا وسهلا فيك دكتور مواردنا شكرا اشتركوا في القناة